بسم الله الرحمن الرحيم السلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الطلاب العزاء طلاب جامعة الجميع الزكية طلاب طالبات برنامج بكالاريوس دارة المشاريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من مقرر البروجيك تيم عن ستوكهولدرز مانجمينت إدارة فريق المشروع والمعنيين المحاضرة السادسة بعنوان change devising more effective ways of working together بالتالي يعني يكون هناك ابتكار بطرق قصيرة بالتالي يكون أكثر فعالية للعمل ما بعد من خلال المهارات الخاصة بمهارات التقيير أو مهارات إدارة التقيير في المجال المعين هذا هو السية الأخيرة أول سية رغم أربعة فيما يتعلق بأربعة العناصر الأساسية which is context في كلمنا عنها والكمبيزيشن وكذلك اللي هو الجانب الخاص بأن يكون هناك الآن نتناول اللي هو التقيير الخاص أو مهارات إدارة التقيير الذي يمتلكها أعضاء الفريق من أجل الأداء العالي بالنسبة لي اللي هو المشروع المعين وبالتالي هذا الأداء يناكس الأداء المنظمة التي ينفذ المشروع المعين أو المشروع المحدد كورس أوتلاين هذه الموضوعات التي تغطيها المقرر أصول لكن نشير إلى الموضوع المعين اللي هو المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة الموضوعات التي نقطيها في هذه المحاضرة المحاضرة السادسة سوف نتحدث عن سبع موضوعات فرعية أول موضوع نتناولى اللي هو الكومن بروبليمز بمعنى المشاكل الشائعة الموجودة في الفريق نشوف ما هزي هي المشاكل وكيف هي تيم معالجتها الاختلافات بين عضاء الفريق وقائد الفريق نفسه الموضوع الثالث الاختلافات بين عضاء الفريق نفسهم هنا ما بين التيم ميمبر و التيم ليدر وهنا بين اللي هو التيم ليدر الموضوع الرابع بناء الفريق كعملية البروزس دايما يعني بيحتوي على مجمع من المكونات أو المراحل نتعرف لهذه المراحل أو المكونات الخاصة ببناء الفريق البروزس أو كعملية الموضوع الخامس بمعنى الاستعانة بميسر أو مستشار خارجي خارجي بمعنى من خارج المنظمة أو من خارج الشركة يعني عندما نتحدث عن المنظمة والشركة بالمقصود الشركة أو المنظمة يكون يعني مضيفة أو منفذة للمشروع المعين أو المشروع المحدد يعني نعرف دايما أن المشروعات بتم تنفيذها من قبل شركات أو منظمات معين بالتالي الاستعانة بميسر أو مستشار خارجي اللي هو من خارج المنظمة أو من خارج الشركة التي تنفذ المشروع المحدد لكي نستفيد منه من المهارات و كريات اللي هو يعني المهارات الخاصة بالتغيير ستة الأدوار المنجر دور المدير ودور المستشار ما هي الأدوار يعني يعني التي يقوم بها أو الذي يقوم بها المدير والمستشار في المجال المعين هناك أدوار معين رولز دورة بناء الفريق دورة بناء الفريق دورة بناء الفريق بتمور بعدد من المراحل بستة مراحل أساسي ويناقش هذه ستة المراحل بنوع من التفصيل بنوع من الإسهار هذه الموضوعات التي يتم يعني تناولها في هذه المحاضرة المحاضرة السادسة من مقرر التيم عنده إدارة فريق المشروع والمعنين تردكشن هذه هو اللاست سي اللاست سي يعني كان لدينا أربعة الكرة الكريكتس وكلها بتبدأ بسي الأول كان كونتكست السياق والكمبيزيشن كلمنا عنه التكوين التكوين للفريق يعني كيف نكون الفريق اللا هو الكمبيزيشن السي رغم ثلاثة كان كفاءات وهذا هو السي رغم أربعة اللا هو مهارات التغيير التغيير المهارات الخاصة اللا هو التغيير المعين يشير لاشنو التغيير وتحدثنا من قبل كما شرحنا اللا هو السياق عشان يكون الموضوع مربوط مع بعض كان السياق والتنين كان اللا هو الكمبيزيشن اللا هو التكوين تكوين الفريق والسي رغم ثلاثة كان الكامبيتنسيس اللا هو كفاءات كامبيتنسيس كفاءات والسي رغم أربعة اللا هو زلاست سي اللا هو التغيير اللا هو التغيير اللا هو التغيير بالتالي يشير الحرف سي هذا الى اللي هو السي الأخير في المنظومة المعينة اللي هو يشير العملية التغيير وهي الكفاءة الوصفية الرئيسية في النموذج المعينة والنموذج الخاصة الذي يتكون من أربع عناصر هذا النموذج بتكون من السياق والتكوين والكفاءة والتغيير بالتالي الكفاءة الاخيرة في هذا النموذج اللي هو الكفاءة والمهار الخاصة بإدارة التغيير بمعنى يعني بالتالي من الفريق يكون عالية الأداء يعني يعني الشيء الذي يعيق الأداء هذه هو عدم المغدر للتقيير لكن دايما عندما يكون قادر للتقيير ويتخاص إجراءات تصحيحية هذه يقود إلى تحقيق الهداف لتحقيقهم. team building is referred to the activities. a team can engage in to change its context composition or team competencies to improve performance. بمعنى team building يعني تطوير الفريق أو بناء الفريق هذه يشير إلى الأنشطة التي يمكن للفريق المشاركة فيها لتقيير الخاص بشنو الخاص بالكونتكيست التقيير الخاص في السياق وفي التكوين تكوين الفريق وكذلك اللي هو كفاءات الفريق الكفاءات المعينة لما لتحسين الأداء to improve performance. بالتالي يعني الموديل هذا الذي يتكون من أربعة كفاءات بالتالي التقيير في السياق وفي التكوين وفي الكفاءات إلى الأفضل هذه يشير إلى تحسين الأداء العالي بالنسبة للفريق وكذلك كل ما كان تحسين الأداء أول الأداء كان عالي هذا يشير إلى أنه البروجيك أو المنظمة التي يستضيف أو ينفذ البروجيك يكون أداء عالي في المجال المعين يعني based on the high performance أو high team performance العداء العالي الموجود لدى الفريق المعين أو الفريق الذي يقوم بتنفيذ أعمال المشروع المحدد أو المشروع المعين المشروع 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 الموجودة في الفريق دائما يعني بكون هناك عدد من المشاكل أو يعني في شغل شاغل أو مشاكل أو إيشوس معين ومجموعة من الأعراض بيكون في مجموعة من الأعراض المعينة هذه الأعراض أو هذه المشاكل بتواجه لواء الميدينين أو القاعدة الذين يقومون بقيادة الفريق المعين لتنفيذ أعمال المشروع المحدد بالتالي يعني نشوف هناك اللي هو مجموعة الأعراض اللي هو يعني الموجود لدى والمشاكل الشائعة والأعراض والتي يعني يكون مصدر قلق أو مصدر اللي هو الشغل الشاقل للميدين وكذلك لأعضاء الفريق يعني التي تحول دون وصول يعني أفراد أو دون وصول المشروع لتحقيق هدافه يعني دائما تكون هي مفارسة في النقاط التالية نشوف هي النقاط اللي هو التي تمثل العراض أو الحالات ومن خلاله يتم اتخاذ يعني إجراءات أو اكشنس أو معالجات لهذه الأعراض مرواحة أول حاجة loss of production or team output فقدان الانتاج أو ناتج الفريق نفسه ده واحد من المعاراض واحد من المشاكل المشاكل الشائعة loss of production and team outcomes هذه هي مشكلة تحتاج لمعالجة كذلك اللي هو الـ continue الاستمرار الاستمرار الزيادة قير المبررة في التكاليف يعني في زيادات وزيادات دي ما عندها أي مبرر في التكاليف لأن المشاريع دايما قلنا في المسلس السلاسي بتكون لديها schedule time يعني timeline معين زمن محدد ولديها cost معين تكاليف وبتعمل فيه نطاق معين تمام؟ طيب في مجمعة من التكاليف الكوست هذي في زيادة وما لديها أي مبررات هذه من المشاكل أو من العرات من المشاكل الشائعة كذلك اللي هو increase in governance of complaint from the team زيادة في التنظيمات أو التظلمات اللي هو governance التظلمات المشاكل أو الشكاوة الخاص بالشكاوة من الفريق يعني زيادة في التظلمات أو الشكاوة من الفريق الفريق هذا يتظلم وهناك شكاوة دايما هذه من المشاكل وعرات الشائعة كذلك اللي هو الشكاوة الشكاوة المشاكل هذه from users or customer about quality or service of service quality of service جورة الخدمة شكاوة المستخدمين أو consumer والكاستمر العملاء نفسهم حول جورة الخدمة يعني الخدمة التي يقدمها خدمة رديئة التي تتم تقديمها من الشركة المنفذة المشروع المعين evidence of conflict or hostility among team members دليل على conflict والصراعات والعداوة العدوانية بين أعضاء الفريق مشاكل الشائعة أيضا من المشاكل كذلك اللي هو الارتباك حول التعيينات والإشارات اللي هو والعلاقات القيرة الواضحة كلها يعني يعني العلاقات يعني ما بين أعضاء الفريق والعلاقات قير واضحة نحن دائما العلاقات التي تقوي وتنمي قوة الفريق أو أعضاء الفريق كلما كانت علاقات قوية يكون هناك نقل للمعلومات يكون في تبادل للمعرفة وهذا يقود إلى أن الأداة يكون عالي مقارنة حيثا من نفس المشروع وليس لديها علاقات قير واضحة العلاقات القير واضحة أيضا واحدة من الأعراض أو من المشاكل أو المشاكل التي يعني تواجه اللي هو المديرين أو القادة في اللي هو المشروعات التي تم تنفيذها من قبل المنظمات سوف الفهم المنظمات اللي هو أن المشاكل أو أو آو بمعنى آسؤال فهم أو القارات التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح أي قارات لم يتم تنفيذها بشكل صحيح عدد يباران كذلك اللامبالة وعدم الاهتمام العام أو عدم مشاركة عدال الفريق كذلك من المشاكل قلة المبادرة قلة المبادرة كذلك من المشاكل أو الأعراض الأول هو الاجتماعات الاجتماعات الغير فعالة الاجتماعات الغير فعالة الاجتماعات الغير فعال الاجتماع ليس له هداف في النهاية الاجتماع أو النهاية الميتينج لا يصل أعضاء الفريق ومديرهم أول قائد للفريق نفسه إلى أهداف واضحة ويعني أعضاء معين هذه يبارة عن مشكلة أخيرا الاجتماعات الغير معنى اعتماد كبير على قائد الفريق أو ردود أفعال هذا سلبية تجاه القائد أو قائد الفريق هذه يبارة من المشاكل هذه المشاكل الشايعة تكون في عدد من النقاط وكلها يبارة عن مشاكل ننتغل للنقطة الثانية بعد ما تعرفنا المشاكل الشايعة ننتغل للنقطة الثانية في المحاضرة الاختلافات بين أعضاء الفريق وغاية الفريق يعني أعضاء الفريق أعضاء الفريق أولا هو الشخص الذي يقوم بقيارة الفريق المعين يجب أن هذا المشاكل في المشاكل في المشاكل في المشاكل في المشاكل وفي المشاكل في المشاكل طيب يعني عادة ما يكون سبب عدم الفاعلية الخاص بكل فريق يكون واضح بالنزل المرؤوسين السوبرتينياتس هنا مقصد به المرؤوسين أو مقصد به اللواء التابعية أو الأشخاص الذين يكونون يعني تحت إدارة القائد المعين كعاملين أو المرؤوسين الموجودين داخل المنظمة أو داخل الشركة أو داخل المشروع التي يعني يكون لديه قائد أو يكون لديه رئيس ومرؤوسين السوبرتينياتس هنا مهن المرؤوسين بالتالي في العادة يكون سبب عدم الفاعلية واضح للمرؤوسين في الفريق وكذلك للمراغب الخارجي من العادة يكون سبب عدم الفريق وكذلك للمرؤوسين حتى المراغب الخارجي بالتالي على which one is not so apparent to the team leader قريبا ما لا يكون ذلك واضح بالنسبة لقائد الفريق يعني هي بتكون واضحة للسوبرتينيت واللي هو المراهب القائد لكن ما بتكون واضح لمنه لقائد الفريق للتيم ليدر إذا حصل هذا الأمر إنه الأشيائية أولاً عدم الفاعلية هي واضحة للمقيم الخارج والمرؤوسين ولم يكون واضحة بالنسبة لقائد هذا ما يخلف له الاختلافات يكون هنا اختلافات مع بين القائد والسوبرتينيت والمرؤوسين بالتالي إنه الإشكال بين القائد واضح الفريق يعني هذا ليست مشكلة فيما تعلق بالكيفية التي يجب أن يعمل بها الفريق أو اختلافات العراء بالتالي بالتالي one common consequences of these differences is condition of conformity بل تكمن يعني في كيفية التعامل مع الاختلافات نفسه يعني كون يكون في اختلاف في الآراء بين القائد والمرؤوسين هذا هو ليس المشكلة لكن المشكلة الحقيقية يعني عدم التعامل أو كيفية التعامل مع الاختلافات هذه يعني الاختلافات في الآراء إذا لم يكون هذه الاختلافات في الآراء تم التعامل معها من ناحية عملية ومن ناحية اختلافية هذا هو الاختلاف الحقيقي هذا هو الproblem هذا هي المشكلة بالتالي يعني الاختلافات دائما بتكون في عدم يعني دائما تكون في كيفية اللي هو التعامل مع الاختلافات. لازم التعامل مع الاختلافات يكون من ناحية عملية ومهنية. اكبر من انها تكون اللي هو اختلافات شخصية التي تقود الى الاختلاف ما بين الميمبرز التيم ميمبرز عن تيم ليدر اوقايد الفريق. وهذا ما لا يتمناه كل يعني اوقايد يقود فريق معين من اجل الانجاز الهدف الخاصة بالمنظمة او الخاصة بالمشروع المعين التي يتم تنفيزه من خلال منظمة محددة او منظمة معينة. طيب. التيم اللي هو دائما اللي هو في بعض الاحيان يكون في توافق بين القايد اللي هو الليدر والميمبرز او تيم ميمبرز او اعضاء مجمعة من الاشخاص او مجمعة من الميمبرز هما يتوافقوا على انه يكون في شخص معين هو الشخص انه يكون هو الليدر هو يكون هو القايد بالنسبة لي اللي هو بيخترح انه يكون هو قايد بالنسبة لي التيم المعين او الفريق المعين. الاختلافات هذه يعني هنا عندما يتحدث عن ال 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 لكن لا يتعدى هذه الاختلافات الجانب الخاص في التعامل مع الاختلافات نفسه لكن كمعاشرنا الاختلافات العادة اختلافات عادية هذا لا يمثل مشاكل بالنسبة لعضاء الفرق أو حتى بالنسبة للقايت بالتالي هذه هي الأشكال يعني فيه أشكال خاصة هنا اللي هو يكون فيه الجانب الخاص المقاومة الخاص في الاختلافات يكون فيه المقاومة نحن نتكلم عن التغيير المقاومة في التغيير لأنه نتكلم عن change تكلم عن change المقاومة في التغيير هذه بيأخذ أشكال خفية وهذه الأشكال منها وهذه الأشكال تسبب اختلافات منها اللي هو avoiding the leader يعني أول حاجة من الأشياء يكون فيه اختلافات بالنسبة للأشخاص الذين يقومون التغيير مع القايد أول حاجة تجنب أو تجنب القايد أو التجاهل يعني يتجاهلون القايد أو يتجنبون الحاجة الثانية يعني يقوموا بعملية التجاهل or never fully implementing the leadership decision كذلك اللي هو يعني عدم تنفيذ القدرات اللي هو اللي هو اللي يتم من القايد المعين دو كل بارة عن اختلافات نشبت ما بين team members and team leaders أو team leader القايد الفريق وهذا نتيجة لمقاومة التغيير بالتالي يعني كل ما كان هناك تجنب للقايد أو تجنب للقايد الذي يزر القايد وكذلك التجاهل أي قرار يتم من القايد يتجاهلون المرؤوسين هذه القرارات وكذلك عدم تنفيذ هذه القرارات هذه عبارة عن شيء عبارة عن الاختلافات ونتجة عن نتيجة اللي هو الخاص بأن هناك اختلافات قوية ما بين وهذه هي سميمة على الاختلافات ما بين القايد وأعضاء الفريق بالتالي يعني كل ما كان والاختلافات هذه تشارى لأنها نتيجة لمقاومة التغيير لكن إذا كانوا أعضاء الفريق لا يقاومون التغيير بالتالي يعني ينفذون القرارات وينفذون كل القرارات التي تصدر من قبل الإدارة أو من قبل قايد الفريق المعين هذه الاختلافات اللي هو مع بين أعضاء الفريق والليدر أو القايد الخاص بالفريق طيب ننتقل للموضوع التالي في المحاضرة اللي هو الاختلافات مع بين أعضاء الفريق نفسهم يعني في النوان اللي قبله عرفنا الاختلافات مع بين قايد الفريق والتيم ميمبر الآن الاختلافات مع بين أعضاء الفريق نفسهم ديفرنسيس عماند تيم ميمبرس عار ون أوف زموست وايتلي اوبزيرف يعني الاختلافات بين هذا الفريق هي واحدة من أكثر الأعراض يعني اللي هو السمتمس العراض التي يتم ملاحظاتها على نطاق واسع في الفريق من أعضاء الفريق من أعضاء الفريق بالتالي هذه الأعضاء يتكلم بطرق مختلفة بالتالي people fight all of the time زي don't trust one another هذه مشكلة ما في صيغة زي are personality conflict صراعات شخصية personality people have different philosophies goals or values طيب نشرح الكلام دي مرة ثاني العبارة هذه إنه الاختلافات بين أعضاء الفريق دائما الاختلافات بين أعضاء الفريق واحدة من يعني أكثر الأعراض أو المشاكل التي يتم لحظاتها في نطاق واسع بالنزل الفريق يعني كون هناك فيه اختلافات هذا يسمى أعراض أو سمتمس أعراض أو مشاكل بالتالي يتم وصف هذه الصعوبات بيطلق مختلفة منها إنه يكون في قتال بين الأشخاص الموجودين داخل التيم طول الوقت وكذلك بالتالي لا يسقون بعضهم البعض ما في سيغة زي دون ترست وانانظة يعني ما في حد في التيم أو عضو من عدى الفريق إنه يسق في العضو الآخر هذه يسبب اختلافات كذلك اللي هو هناك صراعات شخصية بين الأفراد وهذه الصراعات سببها إنه في فلسفات وأهداف وقيم مختلفة في personal conflict people have different يعني الأفراد هؤلاء لديهم فلسفات مختلفة وأهداف مختلفة وعن values أو قيم مختلفة هذي الأشياء يعني الاختلافات اللي هو دايما نشبه مع بين أعضاء الفريق داخل التيم نفسه أو الممبر التيم ممبر بالتالي يعني عارة ما تكون الجانب الخاص بالإشارات اللي هو بسرعة المشاكل هذي من عضاء الفريق إبارة عن تصريحات قوية للخلاف مع عدم وجود محاولة يعني للوصول إلى الاتفاق لكم في شكاو دائمون شكاو to the leader indicating an unwillingness of inability to work out differences avoidance of one another except when interaction is absolutely required miss meeting or deal lines poor quality work building of clicks دي كل إبارة عن إشارات الخاصة بالاختلافات المشاكل or sub groups to product against the other side and minimal or graded communications بمعنى أشرح هذه الإبارة التي يوضح الاختلاف مع بين عداء الفريق دايما أشرنا إنه عدى موجود محاولة للاتفاق مع بين عداء الفريق دايما يكون في شكاوى اللي هو شكاوى للقايد هذا يشير إلى عدم الرغبة أو عدم المقدرة على حل الخلافات كل مكان هناك الشكاوى كثيرة والشكاوى متقررة هذا يشير إلى عدم الرغبة يعني حسب الدراسات تشير هذا عدم الرغبة أو شنو إن عدم الرغبة أو عدم المقدرة على حل الخلافات من قبل القايد ليه؟ لأنه يكون كل حد يتجنب الآخر ومع في تفاعل من تالي هذه يعني يعني كحد أدنى هذه المشاكل أو الخلافات التي تنشف ما بين عداء الفريق أو أمان أو اللي هو عداء الفريق Next اللي هو الموضوع الرابع في المحاضرة اللي هو team building as a process بناء الفريق كعملية team building should be a thought of as an ongoing process not as a single event التالي يجيب اعتبار بناء الفريق على أنه عملية مستمرة وليس يعني حدث معين single حدث في وحدة معين أو single event بل هي عملية process اللي هو عملية مستمرة يجيب على أنه عملية مستمرة يعني كونه نبني الفريق team building as a process ongoing يكون حيا مستمرة indeed people who want to get away for a couple of days and do team building but then return to doing business as usual have an incorrect nation of the purpose of the team building بالتالي الأشخاص الذين يعني دائما يريد الابتعاد لعدد أيام طويلة وقيام أنه في هذه يعني أنه يكون في بناء فريق أنه يكون في أخذ هذا زمن طويل هذا ومن ثم العودة إلى الممارسة الخاصة بالأعمال التجارية كالمعتاد هؤلاء لديهم فكرة خاطعة القارة من الفريق القارة من الفريق أنه يكون جاهز ويكون أداو عالي لكي يستطيع أن يحقق أهداف المشروع أو أهداف المشروع ب فاعلية لكن كون الابن الفريق والابتعاد لفترة زمنية طويلة والقيام ثم العودة لممارسة يعني بعد ما نبني الفريق عشان بعد نعود تاني لممارسة العمال يعني كمثال بيسنس يعني الممارسة العمال هذه يشار لهذه الابارة عنها يعني هذه يعني لهؤلاء الأفراد مثل هؤلاء الأفراد لديهم فكرة خاطئة عن القارة من بناء الفريق القارة من بناء الفريق أن يعني لمهمة معينة أو لغلط معينة ومن سم نبني فيهم مهارات ويكون قادرين على والمهارات هذه تكون يخلي الفرد أو يخلي الفرد أو العضو الموجود في الفريق أنه قادر على التقيير التي تحصل في العملية الخاصة بكل جوانب التقيير ومن سم أعداء عالي وينعكس هذا الأعداء العالي بالنزول للفرد إلى أعداء المشروع وكذلك الأعداء المنظمة أو الشركة التي ينفذ المشروع المحدد هذا الغرض الأساسي من بناء الفريق طيب التقيير هو التقيير بأن التقيير التقيير ينفذ بأن التقيير ينفذ هم بإستخدام وإستخدام وإستخدام الطريقة التي تعمل التقيير بمعنى أن التعريف بناء الفريق هو الكفاءات الفوقية بناء الفريق والكفاءات الفوقية تكون كفاءة عالية التي تطورها الفريق أو الفرغة العزيمة التي تسمح لهم بتقييم وتقيير طريقة عمل الفريق بشكل منهجي معين أو بشكل منهجي هذه الكفاءات أو هذه التي بناء الفريق بناء الفريق بمعنى ترجم الكلام دي مرة ثاني بناء الفريق هو الكفاءات الفوقية التي تطورها الفرق التي تكون فرق عظيمة التي تسمح لهم بتقييم وتقيير طريقة عمل الفريق بشكل منهجي بشكل منهجي هذه التي يعني هذه الكلام هذه mean changing team processes values team members skill sets reward systems or even the resources available to get team هذه هذه العملية الخاس الفريق أو القيم أو المجموعات خاصة المجموعات الخاصة بمهارات أعضاء الفريق وأنظمة المكافآت أو حتى الموارد المتاحة لإنجاز العمل الجماعي تمام؟ هذا هو بناء الفريق طيب هذه المتاحة تقوم بإنجاز العمل في المتاحة وإنجاز العمل في المتاحة المتاحة في المتاحة أو المتاحة حتى المتاحة لإنجاز العمل بإنجاز العمل هذه التغييرات في اجتماعات تستمر خلال الأشهر وسنوات طويلة يعني في بناء الفريق سنوات العديدة بينما يعني يكون هناك تعليم المجمعة وهذه التعليم أو هذه الأشياء المستمرة في النهاية يكون لديها فاعلية للفريق effective as team التيم اللي هو أن يكون effective بيزء عن ويكون بمعنى قادر على يحقق أعداء أعلي بالنسبة ل المشروع أو بالنسبة للمنظمة التي تنفذ المشروع أو التي تستضيف المشروع المحدد سنوات العديد كيف نحن نبني الفريق؟ سنوات العديد سنوات العديد الذي تشكل جديد من أنها الي تعمل العديد دايما يعني قريبا ما تبدو يعني هي انه العملية الخاصة بتطوير الفريق زمنية معينة مخصصة لمساعدة المجموعة المجموعة اللي يعني يعني الموجود في داخل الفريق على النظر على مستوى الاعداء الخاص وكذلك الابتكار وطلق اكثر فاعلية كل هذه اللي هو كون تجادر مع بعض هم كعضاء الفريق وهذا الشي يستغرق يعني مشاركة ويستغرق زمن وكذلك يحتاج لمشاركة البيانات والتشخيص والتحليل العمل هذه يعني نتكلم فيها بنوع من التفصيل في جانب الخاص بالمراحل الخاصة بعملية اللي هو بناء الفريق المعين بالتالي يعني 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 لا يتم بين يوم وليلة انما يحتاج لوقت ومراحل ومتسلسل من مرحلة لمرحلة الى ان الفريق يكون مكتمل ويكون فعال او لديه الفاعلية في تحقيق الهداف المعين او تحقيق اداء بالنسبة للمنظمة او الشركة التي يعني ينفذ المشروع المحدد او المشروع الفريق يكونون جاهزين لمواجهة اي تقيير بتحدث في العملية الخاصة باعمال المشروع هذه يعني مهارات اللي هو طيب يعني يعني بعد الفرق نجحت في تنفيذ البرامج وفي الجانب الخاص في يكون لديها يعني اجتماعات مكسفة في عملية الطويل بين الفريق وهم شيء اللي هو الالتزام بالعملية نفسها يعني الالتزام بالعملية والحضور المنتظم اللي هو المشاركة العالية والاستخدام الجيد كذلك اللي هو اللي هو حتى اللي هو الاستخدام الجيد للوقت كان اهم من الطرق الخاص به يكون يعني الفترة الزمنية يكون طويلة لكن تهتم لفترات زمنية متقاربة وهناك اهتمام وحضور هذا يبارا عن يعني يحقق نجاحها النجاحات كبيرة جدا للفرق او للفرق التي يعني يتم بناء في العملية الادارية والعملية الخاصة بان يكون هناك بناء للفريق اللي هو الاجتماعات الدولية والحضور المكسف والالتزام في العملية المعين طيب ننتقل للموضوع الخامس والمحاضرة اللي هو بمعنى الاستعانة بميسر او مستشار خاري طيب ماناجرس كومان لي اسك شوت اي كوينت اي 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 شوت اي اللو اكون دكت زا تيم دي بولوبمنت افور اوف 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 ما اوين او شوت اي جيت اان او سايد بيرسون تهيلب اس هالسؤال يعني المدرين عادة يسألو هل يجب ان اجري جهود تطوير الفريق لمفردي انا اقوم بتطوير هذه الفريق ولا هناك يعني ولا يجب ان احصل على شخص اخر لمساعدتنا الشخص اخر اللي هو شخص خارجي او سايد بيرسون او سايد بيرسون تهيلب اس الاو سايد هذا يسمى الكونسلتانت او الفاسي تيتر كونسلتانت او يعني او مستشار او ميسر بالتالي اذا كان الاعمال او الاشياء هذي لا يحتاج لمستشار وهناك اه لا لا يوجد اختلافات ما بين القائد او المدير مع التيم ميمبرس بالتالي لا يحاولي لشنو لفاسي تيتر او اللي هو او سايد كونسلتانت لكن اذا كان العمر ليس كذلك لابد انه يعني المدير او المانجرس هؤلاء المانجرس يحتاجون لفاسي تيترس و كونسلتانت او سايد اللي هو من خارج المنظمة او من خارج الشركة المضيفة للمشروع المعين لما لانه هناك اختلافات وفي نفس الوقت يريد المدير او القادة لتطوير اعداء الفريق ويعني يكونوا قادرين على التقيير ولديهم مهارات ومواكبة اي تقيير يحدث في العملية الادارية والاعدارية الخاصة بتنفيذ المشروع بالتالي يكون يعني الاستعانة بمصدر خارجي اذا كان مستشار او هزا بناء على العلاقة العلاقة ما بين اللي هو المانجرس عن تيم ميمبرس طيب بالتالي في النهاية يجب ان يكون المدير مسؤول عن تطوير الفريق يعني في النهاية اذا كانت استعنته بمصادر خارجية او يعني مسؤولية الاساسية للمدير هو انه يطور من عداء الفريق تمام طيب يعني اذا كونسلتن جوب is to get the process started بالتالي دايما دور شنو او مهمته اذا كان في استعانة يعني تمت الاستعانة بمستشار مهمة المستشار في العملية اللي هو دايما هو انه يبدأ في العملية الخاصة وتطوير المعارض طيب the use of consultant is generally advisable or if a manager is a way of problems feels that he or her he or she may be one of those problems بمعنى طيب هنا يشير لانه ينصح باستخدام يعني من اذا كان هناك اختلافات ومدير ويريد ان يطور من عداء الفريق يتم نصح المدير بانه يستخدم يعني او يقوم باستخدام استشار خارجي او مستشار خارجي بشكل عام اذا كان المدير على دراية بالمشكلات اذا كانت ارفت انك في مشكلة وهازي المشكلة لا تريد ان او لا تستطيع ان ان تحلها انت كمدير بتالي تستعين باستشارة اما استشارة او مستشار هو نفسه يقوم بحل هذه المشكلة بالتالي تجعل انه يكون احدى تلك المشكلات ولم يكن متأكد بالضبط هذه المشكلة يعني او متأكد بالضبط انه لا يستطيع ان نحل هذه المشكلة بالتالي نستعين بمستشار خاري المستشار خاري بالتالي يساعد في حلول المشاكل طيب طالما هناك حلول المشاكل بالتالي ان يستطيع يستطيع المديرين تطوير اداء الفريق او تطوير اللي هو اداء الفريق ويكون اداء الفريق عالي دايما كل ما كان هذا الفريق عالي كل ما كان الفريق يصبح قادر على تحقيق الهدف أو قادر على تحقيق المهمة الممكن لهم التاسك اللي هو لكل مشروع أو لكل بروجيكت لديه تاسك أو ميجن بالتالي لابد انه يستطيعون عن يعني يواجهوا المهمة أو اللي هو الرسالة المعينة بما يجلها قامت المشروع المعين بالتالي بيزن عنزة اللي هو الأداء أو المغدرة الموجودة لدى الأفراد أو تيم الخاص بالمشروع المعين أو بالبروجيكت المحدد طيب 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 بمعنى يعني الأدوار في نهاية المطاف أنه المدير أو قائد الفريق يكون مزئول عن تطوير الفريق وهذا يعني شيء متفق عليه وإذن أنه من الذي يكون مزئول عن عداء الفريق أو مزئول عن تطوير الفريق هو المدير أو المستشار المدير أو القائد الموجود داخل الفريق المعين إذا كان يعني مانيجر أو ليدر حسب أنه مسمى لا هو مزئول عن تطوير عداء الفريق الموجود داخل الموظف بالتالي وكذلك تطوير العمليات نفسه تطوير العمليات نفسه أيضا من مهام المدير ومهام قائد الفريق أو قائد الفريق المعين بالتالي يعني هذه بتسمح الفريق باشنه يكون فيه توقف بانتظام و يكون فيه يكون فيه خطة معينة لإنجاز الأعمال المعينة بناء على المهارات اللي هو الموجودة أو القدرات الموجودة داخل التيم أو داخل أفراد الفريق المعين بالتالي يعني أدوارهم دور المدير بالتالي يكون مزئول من تطوير يعني أداء أو تطوير الفريق وكذلك تطوير العملية وإن لم يستطع ذلك اللي هو قلنا يقوم بعملية اللي هو الكونسانت الاستشارة أو الاستعانة المستشار من أجل شنو؟ من أجل تطوير أداء الديبلوب اللي هو الجانب الخاص بالفريق وكذلك ديفولوب اللي هو الخاص بالعملية تطوير العملية إذا كان الفريق يعني من نقول العملية ما نشنو البروسيس يعني الأشياء اللي بتحتاج أو احتياجات العملية التي يتم تنفيذها في المشروع المحدد من أجل الوصول للهدف هناك احتياجات لأي بروسس والتيم الأفراد أو اللي هو الأعضاء الموجودين في التيم أو الفريق المعين الذين ينفذون العملية المعين اللي من أجل تحقيق الهدف بالتالي لازم أدوارهم دور المدير ودور القائد والكونسلتانت هذا إبارة عن تطوير أداء الفريق وتطوير اللي هو أداء العملية من أجل وصول هذه الهدف في البجار المحدد طيب جزرين بجمع البيانات جمع البيانات عن شنو؟ جمع البيانات عن المشكلة المعينة يعني إحنا لا نستطيع أن نجمع البيانات ما لم يكون هناك مشكلة محددة داخل الفريق ونريد أن نحل هذه المشكلة وكذلك نريد أن نطور من أداء الفريق الموجود داخل اللي هو المشروع المعين بالتالي كونك يعني تجمع بيانات عن مشكلة لازم تكون تلقي التدريب أو إعداد جيد أو حول كيفية جمع البيانات لكن لزوء الحص إنه يشير إن البعض المديرين لا يتلقون التدريب الكافي لجمع البيانات أو البيانات خاصة لجمع البيانات المعين بالتالي وتشخيصها وتخطيطها وكذلك للتغيط القرارات المعين بلانيج ومتحة أكشن اللي هو ريكويرد اللي هو إمبرووينج زيار تيم للتطوير الفريق المعين طيب زرول أوفزا كونسلتانس يعني لكن نحنا هنا لقينا دور المدير اللي فنعنه دور المدير المانجر والقائد بقوم بتطوير الفريق والعملية الإدارية طيب زرول أوف كونسلتانس أدوار اللي هو المستشعر إستو ويرت ويس زا منجر انتل زا منجر is capable of incorporating team development activities as regular part of his or her منجر responsibility تعري هنا دور دور القائد هنا يعني دور المستشعر دور المستشعر في العمل مع المدير حتى يتمكن المدير من دمج أنشطة تطوير الفريق كجزء منتظم من المسؤوليات الإدارية ومن مسؤولياته الإدارية هذا هو دور المستشعر هنا العنوان هنا دور roles of manager عن consultant هذا هو دور المانجر دور المانجر بيقوم بعملية تطوير الفريق وتطوير العملية الإدارية وأما دور consultant دور المستشعر باختصار هو يعني العمل مع المدير حتى يتمكن المدير من دمج أنشطة تطوير الفريق كجزء منتظم من مسؤولياته الإدارية بالتالي regular part إذا كان المدير أو المديرة mail أو في mail managerial responsibility سيدمج هذه الأشياء في العمليات أو في مسؤولياته الإدارية هذا هو دور consultant أو دور المستشعر أو دور اللي هو consultant أو المستشعر زي ما نجر عن الاتنين هما مع بعض بالتالي بشكلوا فريق يعني شوت from زير أوين المجال المجال المعين بالتالي الرغم أنه يستخدم المستشار كمورد المستشار هذا يكون شنو المستشار في المجال المحدد بالتالي الرغم أنه يعني المستشار يكون هو كمورد بالتالي الهدف من عمل المستشار هو الهدف الأساسي the goal of consultant work داخل المشروع is to leave the manager capable of continuing team development without the assistance of the اللي هو consultant or with minimal بالتالي الهدف من عمل المستشار هو ترك المدير يترك يكون قادر على مواصلة تطوير الفريق دون مساعدة من المستشار أو بأقل قدر من المساعدة يعني أنت كمستشار جيت لشركة معينة بتنفس مشروعات معينة وهو كمستشار بالتالي هدفك أنك عندما تترك هذه الشركة لازم تترك للمدير المغدرة أو المعرفة يعني تخلي المدير يكون قادر على مواصلة تطوير الفريق دون مساعدة المستشار دور المستشار لكن مستشاري وأول ما يسهب من الشركة نلقي أن المدير لا يستطيع أن يفعل هذا المستشار ليس له يعني دور فعال أما المستشار الفعال هو المستشار الذي يترك للمدير قدر أو يترك له يعني قدر أو يخليه يكون قادر على يكون قادر على مواصلة تطوير الفريق دون مساعدة المستشار أو بقل قدر هذا هو دور طيب المواد الأخير في المحاضرة اللي هو رقم رقم سبعة اللي هو بمعنى دورة بناء الفريق دورة بناء الفريق اللي هو في الشكل دي الفجر رقم أربعة أو خمسة ثلاثة هذه بتكون من ستة مراحل أول دل المرحلة الأولى يا شباب اللي هو بمعنى يعني تعريف المشكلة ما دورة الحقيقة يبدو أنه نعرف المشكلة عرفنا المشكلة نجي المرحلة الثانية توالي data gathering ذات اسمين Arabic اللي هو جمع البيانات أو جمع البيانات المعين عن المشكلة التي تم تحديدة أول ما حددت المشكلة أجمع بيانات عن المشكلة طيب جمعة البيانات اللي يجي بعمل اللي هو المرحلة الثالثة data analysis يعني أحلل البيانات طيب تم تحديد البيانات action planning أربعة action planning اللي هو الأول اللي هو نقوم بعملية العمل التخطيط العمل أو التخطيط طيب خططنا يعني من نقول تخطيط معناه أنت نحنا يعني اخترنا الخطة المعينة اللي يحتاج التنفيذة في العملية اللي داري طيب بعد ما يتم عملية التخطيط بيجي عملية implementation which is mean اللي هو التنفيذ بعد ما تم التنفيذ لازم يكون في evaluation المرحلة السادسة evaluation ستة مراحل الدورة بتاخد problem identification تعريف المشكلة data جزرين جمع البيانات عن المشكلة تم تعريفة data analysis نحل البيانات action planning نضع خطة للعمل implementation of planning ننفذ الخطة and evaluation نعمل تقييم للخطة عشان نعرف القصور الموجودة أو الفجوات أو القصور أو الأداء اللي هو الفرق ما بين الأداء الفعل و الأداء المخطط هذا يتم من خلال evaluation أو التقييم لمعرفة الأخطاء والمعاوقات ونتجنب هذه الأخطاء والمعاوقات في المستقبل تمام هذه المرحلة الأولى اللي هو problem identification أو تحديد المشكلة دائما في تحديد المشكلة والتشخيص يعني لازم يكون فيه اللي هو يعني بشكل أكثر تفصيلا نعرف المشكلة ونشخصه عشان بعد ذلك نصل في المرحلة أو يعني ننتقل للمرحلة الثانية الميسمى بمرحلة مرحلة اللي هو data gathering عن المشكلة المعينة كذلك اللي هو يعني أيضا بعد التشخيص اللي هو diagnosis اللي هو التشخيص يعني بعد أنه تعريف المشكلة التشخيص المشكلة نشخصه إلى أن يعني نصل لأن المشكلة هي معروفة وواضحة بالتالي 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 بعد ما تشخصنا المشكلة بالتالي الفريق يشارك في التخطيط المناسب وحل المشاكل وهنا يتم تخطيط الإجرعات والتعينات وكذلك نضع خطة معينة بالتالي نقوم هذه الخطة من الله عمليات اللي هو أو عمليات اللي هو التنفيذ لهذه الخطة إلى أن نصل للعملية الجانب الخاص إلى النتائج أو الريزل والنسل العمليات اللي هو تمام هزي وكل فيما تعلق بالمشكلة طيب زي المشكلة بتكون ما واضحة يعني يعني في بعض الأحيان لو تجدت مشكلة واضحة يعني إذا المشكلة كانت ما واضحة لا نستطيع أن نجمع البيانات نحن قبل أن نصل مرحلة البيانات لابد أن المشكلة يكون واضحة وعشان نوضح المشكلة لازم نعمل لها عمليك الدياكنوسيس اللي هو التشخيص سليم للمشكلة إلى أن نحدد إلى أن نحدد المشكلة بشكل شنو؟ بشكل سليم أو بشكل واضح طيب أول ما حددنا المشكلة أو تم تحديد المشكلة بشكل واضح بالتالي بيجي المرحلة الثانية اللي هو مرحلة الـ data gathering اللي هو جمع البيانات في جمع البيانات يتم جمع البيانات من خلال طبعا من المشكلة نفسها التمت التحديد لكن في مجموعة من الطرق في جمع البيانات زي The following are some common data gathering method يعني كونت تجمع بيانات المشكلة هناك method method اللي هو طرق أو يعني منهجيات معينة أو طرق معينة لجمع البيانات طرق يتم استخدامها لجمع البيانات طيب ما هذه الطرق أول حاجة اللي هو survey هذه الطريقة الأولى اللي هو survey survey ما نعو يلي هو الاستطلاعات one of the most common approaches to gathering data is to conduct a survey of all team members بالتالي من أكثر رساليب شيوعا واستخداما لجمع البيانات هو إجراء مسح لجميع أعضاء الفريق إجراء مسح كامل أو استطلاع كامل لجميع أعضاء الفريق بالتالي survey are helpful when they are relatively large numbers of team members or members would be more open in responding to a numerous survey بالتالي يعني هذه العملية الاستطلاع نفسه يكون مفيد عندما يكون هناك عدد كبير نسبيا من العداء عداء الفريق أو يكون عداء أكثر انفتاحا في الرزع على الاستطاعات الخاصة بعملية جمع البيانات إذا كان الأمر كذلك بنحتاج الاستطاعات أو survey لجمع البيانات أو جمع البيانات المحددة أو البيانات المعينة الو survey دائما بيتم عن طريقة اللي هو يكون questionnaire تصميم نصمم استبيان ويكون فيها الأزيلة يبارى عن اللي هو close question أزيلة مقلقة بالتالي يتم هناك إجابات أو نحتاج إلى إجابات محددة من خلال اللي هو المشكلة التي تم تحديدها في المجال المعين طيب من التولس أو من الأدوات الأخرى أو من الميسوت الميسدولوجي منحتاجة في جمع البيانات الانتربيوز انتربيوز مناها مقابلات يكون هناك مقابلات طيب دائما في بعض الحيان يمكن الاستشاري نفسه يقوم بعملات المقابلة أو أداء الخير مفيد من خلال مقابلة أداء الفريق دائما في المقابلة بتكون الأزيلة مع لا بتكون open open questions الأزيلة بتكون مفتوحة والمقابلة تكون face to face بين الشخص اللي يقوم بالإستخصاء إذا كان هو consultant أو مدير أو facilitator باش نو يطرح أزيلة أزيلة تكون open questions بالتالي هناك إجابات من قبل الأشخاص المستقصين اللي هو يعني إذا كان هما team members أو إذا كان هما المنجرس الموجودين داخل المنظمة بالتالي هذه هي منهجية الثانية أو another method for gathering data which is interviews أو المقابلات طيب in this interviews في الجانب الخاص بالمقابلات هذه المستشار بيقوم بعملية المقابلة بذلك الأزيلة التالية للعضاء الخاص بالفريق أو للأشخاص المستقصين الذين يعني نريد جمع البيانات منهم why in this team having the kinds of problems it has لماذا يواجه هذا الفريق أنواع المشاكل التي يعاني منها يعني for example النوع الأزيلة بعد ذلك يعطيك أعداد من الإجابات وتدوي أنت الإجابات ككونسلتنت أو كشخص قائم بعملية الاستخصاء أيضا ما الذي يمنعك شخصيا من أن تكون فعالا كما تريد أن تكون يديك إجابات بالتالي أيضا من الأزيلة ما أكثر أشياء التي تفضلها في الفريق أكثر أشياء التي تفضلها في الفريق مبارا واحد ثانية ثلاثة أو أكثر أشياء التي أفضلها في الفريق واحد ثلاثة اللي هو يعطيك إجابات كذلك ما هي التغييرات التي تجعل الفريق أكثر فاعلية حوارك التغييرات هتضعف الاعتبار كيف يمكن لهذا الفريق أن يبدأ العمل معا بشكل أكثر فاعلية هذه نوعية الأزيلة التي تتم طرحها من قبل الكونسلطانت في المجال المعين طيب أيضا من المسلط المنهجيات التي تتم استخدامها في جمال البيانات التيم داتا جيزرينج بمعنى جمال بيانات الفريق حتى الخاص بالاستطلاعات والمقابلات يبتكون مشاركة البيانات بيكون هنا مفتوحة في إعداد الفريق يعني بهذه المقابلة بتكون اوبن وداتا شيرين يعني أحدا اللي هو يعني الأشياء الأخرى التي تساعد أو من المنهجات التي تساعد في جمع البيانات الخاصة من التيم أو من خاص من الأشخاص المعنيين في المجال المعدد طيب المرحلة الثالثة بعد أنه حددنا المشكلة وجمعنا البيانات نجي نعمل نحلل البيانات data analysis طيب في تحدي البيانات عشان البيانات هذه تصبح لنا شنو؟ معلومات والمعلومات تساعد الميدلين في التقوض القرار يعني الوظيفة الأساسية للميدلين هو يتغذ قرار عشان يتغذ قرار لابد يكون القرار مبني على معلومات البيانات التي تم جمعها عند المشكلة المعينة يتم تحليلها لكي تصبح معلومات وهذه المعلومات تساعد الميدلين في التقوض القرار المعين بالتالي إذا في الجانب الخاص بالعملية بتاع التحليل البيانات أول حاجة القضايا التي يعني يمكن من العمل في الاجتماع المعين أو في الميتينغز الخطة في الاعتبار الحاجة الثانية القضايا التي يجب على شخص آخر العمل عليها أيضاً من المعلومات التي يحتاجها كذلك القضايا التي يبدو أنها ليس قابلة للتقيير أيضاً نخطها في الاعتبار بالإبارة عن المعلومات وهو بالتالي نشير إلى القضايا هذه بالتالي تساعد الميدلين في التقوض القرار هذه المرحلة التالية طيب المرحلة الرابعة اللي هو بمعنى التخطيط للعمل هذا التخطيط يعني بعد ما وصلنا إلى أنه يكون فيه تشخيص وتحليل البيانات ووصلنا إلى المعلومات بعدها نضع خطة نضع خطة معين للعمل هذه الخطة يكون فيه جدوى الأعمال ويعني في دور المدير والمستشاء بالتالي يجب أن ينتقد المدير مباشرة إلى الدور الإداري هنا في الجانب الخاص في الخطة أول ما يوضعنا الخطة المدير طوالي يتسجد المدير مباشرة إلى شنو اللي هو اللي هو يكون هو دور الإداري في المجال المعين بالتالي يجب وضع خطط خاصة للعمل يعني نطور خطة خاصة للعمل من أجل الوصول لهذه النتاج أو الحلول لهذه المشاكل في العملية الإدارية هذا يكون متعلق أيضا بالأكشنس أو بالعملية الخاصة لأنه يكون فيه أكشنس أو اللواء الخطة للعمل المعين اللي يتم فيه عملية المجادة الخاصة في العملية وهذه الخطة لابد يكون قابل لشنون؟ قابل للتنفيذ في العملية المعين إذا كان من المدير أو من قبل الإدارة المحددة طيب ننتقل للمرحلة اللي هو الخامسة والسالسة الاثنين جمعهم في حتة واحدة اللي هو المرحلة اللي هو رغم خمسة ورغم ستة اللي هو لما نجي نرجع هنا للشكل بنلقى انه اللي هو الخمسة احنا كان رقمناه باشنه بانه يكون اللي هو وستة هنا وضح الجانب الخاص بانه اللي هو التنفيذ والتقييم ننفذ الخطة ونقيم التقييم هذا نعرف نقاط الضعف او الفجوات الموجودة ونحاول نتجنب هذه الفجوات او المعويقات في المستقبل اذا كانت الاجراءات المخطط لها في في الاكشن في المرحلة الفايتة بالتالي هو بناء الفريق بالتالي سيحدث يعني اي فريق في تطوير العمل بالتالي يجب وضع هذه الاكشنز او الاحداث موضع التنفيذ لازم اننا ننفذ هذه اللي هو الاكشنز بالتالي بمعنى انه يعني طالما انه ضمان تنفيذ الخطط من الوظائف الرئيسية للدارة بالتالي يجب ان يلتزم المدير بخطط الفريق بدون التزام وبدون اي عملية اخرى بالتالي من قير المحتمل ان يتمكن المدير من يعني التحميل الاشخاص المزئولية كل الاشخاص يتحملها او كل الاشياء يتحملها المدير ولا يتحملون الاشخاص الاخرين لانه هو الشخص المزئول ان اداء مجموعة من المرؤوسين في المنظمة بما من خلال ما يقوم به من وظائف تخطيط تنظيم توجيه ورقابة للوصول لهدف المشروع باحسن الطرق واقل التكاليف بالتالي هو اللي يتحمل كل الجوانب الخاصة في العملية الادارية في المجال المعين هو هذا هو المدير او المانجرس طيب الانه يكون دور المستشاري دور الاستشاري في الجانب الخاص بالمراقبة اظناء اثناء امريكي التنفيذ بالتالي يعني من خلال ما هي التنفيذ بالتالي يكون نشط بشكل خاص خلال فترة التقييم في العملية الادارية المعينة لانه في التقييم قلنا بكون هناك يعني نكتشف اشياء معينة وانحرافات او معوقات ونصحح هذه الانحرافات ونتجنبها في اويتم تجنبها في المستقبل او في العملية المستقبلية في المجال اه المعين او المجال المحدد ازه هو الجانب الخاص بالدور اللي هو الكونسلطن او الجانب الخاص بالامبليمنتيشن وشنو والايفالويشن دائما يكون يعني مستمر ونتعرف على هذه المعوقات وهو المشاكل من خلال ونصححها في المستقبل او يتم تصحح هذه الاشياء اللي هو اه تم استكشافها من خلال الفاوليشن في المستقبل للخطة الخاصة بالمشروع بالتالي يجب على المدير والمستشار العمل معا بشكل وثيق في اي جهد لتطوير الفريق بالتالي يعني بالتالي يعني هذا الابارة يشير لانه يعني يجب على المدير والمستشار العمل معا بشكل وثيق في اي جهد تماما يكونوا مع بعض لتطوير الفريق بالتالي ليس من المجدي للمدير ان يعني يحول مجهوده بالكامل الى المستشار ويصف المستشار بأنه هو الشخص الخبير او يعني يتصف بالخبرة انه يعني ينقل له كل المهام او كل الاشياء لا لازم هو يكون يعني مع بعض انه يشتغلوا تجازة تقوم بتنفيذ التيم الخاص بالعمل او التيم الذي يقوم بتنفيذ المشروع المعين او تنفيذ الانشطة الخاصة بالمشروع المحدد او المشروع المعين التي يتم تنفيذها من قبل شركة او منظمة معين كيف يكون وصلنا الى نهاية المحاضرة المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة بالتالي مفهرسة في شابتر 5 من هذا المرجع اللي دائما بنعرض المرجع بنهاية كل محاضرة حتى يكون يعني مصدر المعلومة موصوقة بنزل الطلاب واذا اراد الطالب زيارة معلومات فلجى لهذا المرجع او المرجع او مصدر المعلومة المعينة للتأكيد والاستفسار ولزيارة المعلومات المحددة في العملية الخاصة العملية التدريسية والعملية التعليمية وزيارة المعرفة اخيرا سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته